وبما اننا قاعدين في البيت لازم الواحد ياخد باله من اكله قوي 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 عشان جدا بقيت عد البسكوتات والحاجات بالوحدة واشوف السيرفنج قد ايه المكتوب من ورا بيقولك هنا 6 صوابع بس فما زودتش عنهم وما اخدتش تاني دول اليوم عشان ايه الواحد مش ناقص صباح الخير من فترة كنت قريب بلوج او مقال بيتكلم على الاسماء المختلفة للبيت بيت منزل مسكن وطبعا في الحياة المعاصرة عندنا اسامي تانية زي شقة فيلا دوبليكس حاجات زي كده لكن الاصل في اللغة العربية ان المكان بيسمى على اساس الغرض منه وطبعا بما اننا هنوض كتير مع بعض في الفترة اللي جاية ولو ان انا سمعت ان اسف بعض الدول مش ملتزمة بالموضوع دول ولكن احنا واغدينه بجدية وما بنخرجش الا للضرورة ويعني مش حفاظا على صحتنا احنا بس ولكن حفاظا برضو على صحت الاخرين ففكرت بقى ان احنا بنكلم على البيت والبيت من المبيت لكن احنا دلوقتي مش محتاجين البيت لمجرد المبيت احنا محتاجين نحول بيوتنا الى مساكن من بيت الى مسكن من مجرد مكان للمبيت الى مكان للسكينة والسكن ده على جنب نقطة تانية ان دلوقتي في دول كتير منعت الصلاة في المساجد وناس كتير قوي قوي حزينة وبعدين انا فكرت هو ايه الاصل في الذهاب للمساجد الارتياد المساجد هو الصلاة جماعة هو ان احنا نتجمع مع الاخرين فبنفكر دايما ان احنا نتجمع مع الغرباء طب ما احنا قاعدين في البيت مع بعض طب ما نصلي جماعة مع بعض الحمد لله انا كنت محظوظة ان من يوم ما تجوزت انا وجوزي واحنا كل يوم لازم نصلي الصلاة جماعة يعني تقريبا عصر مغرب عيشة لازم لازم نصليهم جماعة لان الظهر عادة بيجي واحنا برا الولاد في المدرسة بنتجمع عادة بعد العصر قبل المغرب فبنلحق نصلي العصر جماعة سوا نصلي المغرب ونصلي العشة وفي رمضان لان احنا بعاد جدا عن المسجد ورمضان كان بيجي يعني في اوقات صعبة جدا جدا فكنا بنصلي كمان تقريبا كل الصلاوات في البيت والعشة والترويح كمان وده خلاص يعني بقت حاجة معتمدة في بيتنا ان احنا بنصلي جماعة سوا لما تكلمت مع بعض الاشخاص القريبين مني قالوا لي احنا عمرنا ما صلينا جماعة في البيت الجماعة معناه ان الاب او الولاد يروح يصلوا برا الام تصلي لوحدها البنات يصلوا لوحدهم ده اذا صلوا او ما صلوش فمفيش الكونسبت بتاع ان احنا نقعد مع بعض ونصلي جماعة سوا فبعدت افكر يعني ازاي نقدر نحول بيوتنا الى مساكن وبدل يعني ما البيت يبقى مكان منفر ودي يمكن للأسف من اكتر من خمس ست سنين اتقبلت مع شخص عزيز علي وهذا الشخص اشتكالي من ان كان خلاص بقى اولاده ابتدوا يكبروا وخلصوا الجامعة وبيخرجوا وبيشتغلوا ان زوجته على مدار كذا سنة حولت البيت بتاعهم لاوتيل قال لي احنا انا ما بقيتش عايش انا والولاد في بيت احنا عايشين في اوتيل واحتياجاتنا من البيت كل يوم بتقل اكتر واكتر وللأسف الزوجة كان لها دخل كبير ويد كبيرة قوي في تحويل البيت الى مكان منفر للزوج وللاولاد فلما كبروا قويوا وبقى عندهم الاستطاع ان هما يقضوا ساعات طويلة قوي برا بقوا بيقضوا ساعات طويلة قوي برا فاتكلمت مع بنت من البنات وتكلمت مع ولد من الاسرة دية وقالوا لي احنا لما بنروح البيت الولد بيقول لي مش ببقى عايز اشوف حد ولا اسمح حد ولا عايز اشوفها انا عايز ادخل على قطي واقفل ونام وبس ولو اقدر ان انا في المستقبل اشتغل واقجر لنفسي شقة قبل حتى ما اتجاوز وقبل اي حاجة حسيب البيت وامشي فمش عايز اقول انها بقت ظاهرة لكن لكن هي ان احنا بقت بيوتنا مش مش زي زمان اللي هي البيوت الجميلة اللي الزوج يبقى يعني نفسه يطلع من الشغل ويخلص يروح يقعد في بيته وكان حماية الله يرحمه بيحكي لي انه كان يخلص الشغل وبالثانية يكون موجود في البيت ويقول يوم بطلعش من البيت بعد كده بقعد انا وزوجتي مش عارفة نعمل حاجات مع بعض هي جنبي انا قاعد عمال اقرأ هي قاعد عمالة تعمل حاجات بس قاعدين مع بعض قال لي كنا بنحب صحبت بعض فاعتقد الفترة اللي احنا جايين فيها دلوقتي ممكن تكون فرصة هيلة ان احنا نحول بيوتنا الى مساكن من مجرد مكان للبيات الى مكان للسكينة والهدوء والمواد نعمل ايه اول حاجة قلتلكم عليها نصلي جماعة مع بعض اذا كنا ما نقدرش نصلي جماعة برا البيت في المساجد نصلي جماعة مع بعض وممكن مثلا بعد صلاة المغرب نتجمع نقرأ نتكلم نحكي نشوف حاجة نعملها مع بعض ولما نبقى موجودين مع بعض في حيز واحد كل واحد فينا الزوج والزوجة يتفقد لراحة الاخر زي ما انت كده عايز تقعد على الكنبة مرتاح وتقعد لابس البجامة ولا جلابيت البيت مرح رح فكر ايه الحاجة اللي انا اقدر اعملها دلوقتي حالا حالا لزوجتي عشان ازود راحتها ولو نص في المية فكر ولادي حوالا دلوقتي ايه الحاجة اللي ممكن اعملها دلوقتي عشان ازود راحتهم نص في المية بدل ما افكر الولاد وبيسرخوا وبيزعقوا وتيجي تطلع فقية وتنزل وتشدني وتقلب المش عارف ايه البنوتة الصغيرة ولا الولد الصغير والتنطيت والهيسة والزنبليتة تعالوا تعالوا نلعب تعالوا نقرأ تعالوا نتكلم تعالوا نحكي انا مفتكرش ابدا ان انا واخواتي لعبنا مع بابانا الا لحظات مهينة وممكن تبقى في ظروف مهينة مرة مثلا على البحر مش عارف ايه لكن مثلا افتكر ان خالي كان يجلنا وكننا كان اخوي عنده عربيات صغيرة وعندنا ميكان وعندنا حاجات ونقرأ نعمل قصة ونحكي ويا خابة ربيض وحدثة وعندنا ربيد الاسعاف تيجي والقصة خيال كنت مثلا قعد جنب خلاتي نقرأ نعمل اشغال ابرة نعمل حاجات معينة لازم نفكر في حاجات غير مرتبطة بشاشة سواء شاشة كومبيوتر سواء شاشة موبايل سواء شاشة تليفزيون جيمز ايه اللي ممكن نعمله بعيد عن شاشة ونحنا نبقى مع بعض فيه كونسبت كانوا بيروجوا لي بعض الفلاسفة ان اسوق حاجة في الدنيا ان احنا نقعد مع بعض وده يعني مبدأ بيشجع لانعزال ان كل واحد يبقى لوحده وانا مش عايز ابقى في حيز مع الناس التانية عشان الناس التانية بتقرفني بترهق عصابي فلازم نتعلم كده ان يبقى فيه بروتوكول مع بعضينا ان احنا نتكلم نحكي نعمل حاجات لطيفة مع بعض ففكروا في الفترة دي فكروا ايه اللي ممكن تعملوه سواء ومع بعض يحول بيوتنا من مجرد بيوت من المبيت نحنا راحين ننام انا ممكن نروح قوتيل وهنام احلى نومة وبالعكس كمان يعني ده لو حسبتوها ممكن النوم في بانسيون ولا في قوتيل احسن يمكن واوفر كمان من ان الواحد يبقى عنده بيت وشق وصات وعفش ومتجاوز واحدة وفرح والكلام ده فلازم نحول بيوتنا من بيوت الى مساكن هي دي الفكرة اللي انا صحية بيها النهاردة واللي قمت بيها النهاردة ازاي نتحول الى كائنات السكينة كده يعني بترفرف علينا في هدوء في نعومة وزي ما بقولكم يمكن قلت في حاجة قبل كده تفقدوا للحواس الخمسة ربنا سبحانه وتعالى ادانا خمس حواس ليه هي الحواس هي اللي بنتعامل مع العالم الخارجي من خلالها والعالم الخارج هو اي حاجة خارج جسمنا فنشوف نتفقد لعنينة لو لقينا حاجة مش مظبوطة نزبطها لو لقينا شكلنا مش مظبوط نزبطه نتفقد لأنفنا يعني نعمل ريحة حلوة مكان تبقى ريحته لطيفة الست والراجل والولاد لو ريحتنا كده عرق ولا بتاع يعني ننظف نفسنا نعمل ريحة حلوة المكان برضو نعطره ويبقى فيه ريحة لطيفة وحلوة وطبع لما نيجي نطبخ بقى وبردو ده برضو بيعمل ريحة حلوة فيبقى العين الانف الودن الودن شغله حاجة لطيفة في البيت يعني دايما دايما بحاول اخلي فيه صوت هادي كده في البيت حاجة نغمة مش مش مسموعة قوي بس صوت هادي في البيت حتى لو شغلنا قرآن برضو بيبقى على صوت واطي نتكلم بهدوء مع بعض ما نزعقش ما نشدش صوتنا ما يعلاش زي ما قلتلكم اكتر من مرة احنا شعوب صاخبة بطبعها بنتكلم بصوت عالي بنتكلم بحماس بنتكلم بأدينة فنهدي صوتنا شوية اللمس كمان ما نخليش يعني ما نضرش بعض ونضرب ونزق ونقرس ونقلم بعض نحاول نخلي الحاجات نعمة لمستنا البعض تبقى نعمة في تعاملاتنا العادية انا بتكلم ده كله على تعاملاتنا العادية دي كانت افكاري النهاردة طبعا يعني مش عارفة يعني لو جت لأفكار تانية خلال النهار حسجلها لكم لو ما جتشي خلاص مش مشكلة يمكن اشوفكم بعد شوية موسيقى اشتركوا في القناة